السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي حضراتكم عاملين يا ربي دايما تكونوا بخير ومعاينا فيديو جديد وخبر جديد بس ياريت قبل ما نبدأ خبرنا منساش نعمل لايك نشترك في القناة قبل دا كلهم صالح سيدنا محمد اللهم صالح سيدنا محمد خبرنا النهاردة بيتكلم عن سهيلة بالشهاب وحاجات ومفاجآت جميلة جدا اولا هي غنت اغنية انا غلطان لبهاء سلطان وابدعت فيها جدا 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 وحاجت على اعجاب ناس كتير جدا مش بس في الجزائر ولكن حقيقة من الجزائر والمصر اغنية جميلة جدا 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 وهي غنتها وصوتها جميل وغنتها بمنتهى لاحساس علشان كده وصلت للناس فعلا باحساس ومش بس كده كمان خبر معانا جميل ان ان شاء الله القمة العربية القادمة هتكون في الجزائر ويسهيلة بالشهاب هتكون من ضمن الناس اللي يعني هتشارك في اغنية معمولة للترحيب بكل الدول العربية اللي اسعد كتير جدا من متابعها ومحبيها لمشاركتها في الاغنية دي اللي طبعا بها هتوصل لناس كتير جدا 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 وهتكون اكتر شهرة باذن الله تعالى وفي الاسف شديد في ناس كالعيدة بيخشوا في احقاد ده فينا كده وبيخشوا قولوا ليه واش معنى هي واش معنى هي اللي موجودة على طول وفي اصوات تانية ممكن ان احنا نديها الفرصة غير سهيلة ولكن حقيقة وكل الكلام ده ان يركنوا على جنب هي ابداعت في اغنية انا غلطان لبهاء سلطان جميلة 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 فوق الوصف فاها يا رب في حياتنا ان شاء الله ونشوف كمان قمة عربية مقامة في الجزائر باذن الله تكون فاعلة ان شاء الله يا ربني يوفقنا ويكتب لنا النجاح جميعا يا رب العالمين واشوف حضرتكم على الف خير يا رب فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة